أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الخميس 28 تشرين الأول أكتوبر من شهر عشرة القمر اليوم موجود في برجين ورح يتنقل ما بين السرطان وما بين الأسد طبعا هو موجود في منزلة الطرف وهي المضرة والمشاكل رح يظل في هذه المنزلة لمساء الليلة اللي هو تقريبا لمنتصف الليل يعني للساعة 12 و40 دقيقة من منتصف الليل الثلاثاء على الأربعاء من اليوم بعدها بده ينتقل لمنزلة الجبهة طبعا بتوقيت جرينيتش منزلة الجبهة هي للصلح واتفاق بين الشركاء والضغط على العدو بما أن القمر رح يكون موجود في السرطان فما زالت معناته الأجواء لغاية منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن منزيد ساعتين لأنه الآن إحنا الليلة رح نبدأ في توقيت اللي هو توقيت الشتوي فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة أو يظل الأمور العاطفية هي اللي بتسيطر علينا منظل حساسين شوي ممكن بعض الذكريات تسيطر علينا شوي أو على فكارنا بالفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة ما منتقبل الانتقاد من أي شخص بتكون حساسية الأشخاص وحساسيتنا عالية جدا ممكن نهتم بأمور العلاقة بالبيت أو بأطفالنا أو قضاء وقت ممتع عائلي مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل أول زاوية هي رح تكون في ساعات الصباح هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة ودقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب بالفترة هاي وبما أنه القمر والمريخ معناته بدكوا تنتبهوه من حديث الطبع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار يعني الساعة ستة صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الآن صارت الساعة ثمانية بيستمر طبعا هذا الشيء بما أنه اليوم الخميس واليوم الخميس المساء بيصير ولكن بما أنه لسه ما صار فمنزيد ثلاث ساعات يعني الساعة التسعة صباحا بيبدأ عنا خلوق المسار بتوقيت الأردن وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة اتناعش وسبعة دقائق ظهرا هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة تسعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج الأسد عشان هيكي بيصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيقي يصير التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار أو اقتناع حلية ثمينة والتحلية بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد انتقال القمر للأسد هي زاوية ورح تكون ذروتها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهاي الزاوية إلها تقريبا بحدود الخمس أيام متشكلة اليوم ذروتها ورح تستمر خمس أيام قادمة طبعا هاي رح تكون في تمام الساعة سبعة واربعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الزاوية ولكن تأثيراتها إلها أيام أحكينا خمس أيام تقريبا عند حدوث هذا الاتصال بما أنها زاوية إيجابية ولكن تزامنت أنه في زاوية تربيع بين الزهرة وبين نبتن ونبتن بتراجع معناته ضعف الزهرة ظل موجود فهنا هاي الزاوية بس بتحكي عن تعزيز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما بتسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما بتسهل عملية إقناعهم ممكن شوي يعني إقناع الأشخاص اللي بيفتقروا للمرونة في التعامل ولكن على حسب اللي أنا شايفه لا ممكن يصير في نوع من أنواع الصعوبة أثناء التعامل مع هذول الأشخاص يعني بتظل في نوع من أنواع الصعوبة ما راح تكون سهلة بشكل كافي أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربع دقائق مساء بتخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلما على علاقاتنا مع الآخرين وبما أنها زاوية التربيع يعني نصف بدر الآن أصبح القمر نصف بدر تدام من ساعات المساء بكون واضح يعني ولكن أنه هاي تأثيراتها من ساعات الظهر تقريبا بتبلش تأثيرات هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة 11 ودقيقتين مساءا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقيل تطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا إلى الهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا هاي الزاوية بما أنها منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن يعني ساعة 11 بتوقيت جرينيتش منلاقي أنه تأثيراتها بتبلش من ساعات العصر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد أو راح يستقر في برج الأسد خلو المسار القادم راح يكون يعني راح يصير يوم السبت 30 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 7 و 4 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 9 دقائق مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع 22 يوم في تمام الساعة 48 و 40 دقيقة مساء بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحس بنسبة 100% القمر في السرطان بدأ ينتقل للأسد حتى يوم 30-10 اليوم منتحس بنسبة 40% عطارد في الميزان حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 60% الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيده بنسبة 0% المريخ في الميزان حتى يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-11 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل زي ما شفنا بما أنه الكواكب والزوايا رح تكون صعبة معناته التوقعات اليوم رح تكون فيها تحذيرات كثيرة فعشان هيك اليوم بما أنه ما زال القمر من الآن لغاية ساعة الصباح تقريباً موجود في بيتك الرابع معناته في أمور الهلاقة بالبيت رح تلفت انتباهك حاولوا أنكم ما تفرضوا وجهة نظركم على أفراد العائلة حاولوا أنكم ما تدخلوا أي تعديل على أمور أو مشتريات الهلاقة بالبيت بالفترة هاي يعني وشوي ابعدوا عن الجدالات أو الصدامات أو معنى الانتقادات أو الحدية بالطباع مع أفراد العائلة ممكن اليوم يكون على ارتباط مهم ولكن بدك تتصرف بحذر من ساعات الصباح طبعاً القمر رح ينتقل يصير في البيت الخامس فممكن شوي تهتموا بالأحبة أو بالأبناء وهذا شيء يعني بيجمعكم ما بينكم بينهم ممكن تعيش لحظات سعيدة ولكن بدون فرض السلطة أو السيطرة على الأبناء أو الأحبة اللي ممكن يصير من خلالها نوع من أنواع المشاكل فضبط الأحصاب مطلوب الفترة هاي من ساعات المساء بتبلش تشعر في نوع من أنواع الانفراجات والتطمينات والرومانسيات برج الثور بما أنه في تحذيرات فمعناته اليوم في عندك نشاط أنتم من الآن لغاية ساعات الصباح بأمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والنقاشات فعشان هيك يبدأك تكون أكثر صبر على الطرقات أثناء قيادة السيارة برضو أثناء تحركاتكم هذا يوم ما تعتمدوا على الحظ إذا كان عندكم امتحان عندك قدرة فكرية وقدرة جسدية ولكن عندك انتقاداتك وكلامك جارح ولاذع امسك عصبيتك ابتعد عن المواجهات والكلام اللي مش مفهوم عشان ما تصير مشاكل وتكبر وصير صعب حلها في ساعات ما بعد يعني اللي هي ما قبل الظهر منقول إحنا لا حديث ما القمر ينتقل لبرج الأسد بصير تربيع مع برجك فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ولكن ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي أو خلاف أو نقاش حد تحتد الأمور عندك وما تقدر تمسك أعصابك بدك تمسك أعصابك مهما كانت الظروف ما في داعي للمجازفات أو المواجهات خلال هذا اليوم برج الجوزاء طبعا بيظل اليوم بيحمل فرص إلها علاقة بالأمور المالية ولكن بما أنه في تحذير انتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع ابتعدوا عن المصاريف للزيادة ممكن اليوم بعض يتلقى هدية ولكن يتخففوا من النفقات ممكن اليوم أثناء تفاوضك أو مساومتك على شيء معين تفقد سيطرتك على نفسك أو تعصب أو تحتد اضبط عصابك يد ما بتقدر يعني هاي الفترة المناسبة للي بدي يبحث عن مواضيع مهمة أو بدي يقدم على مطالبة بحقه أموال لا إلك الطالب فيها فترة ممتازة ولكن بدك تنتبه إنه حديتك عالي جدا طبعا في ساعات ما قبل الظاهرة القمر رح ينتقل للأسد بيت حليف لا إلك اللي هو البيت الثالث فبتنشط في أمور الحركة والتنقلات والاتصالات ولكن بدك تكون أكثر تركيزا وأكثر وعي على الطرقات وتنتبه برضو من سوء تفاهم ممكن تخرج منك كلمة جارحة أو لادعة تنفهم بطريق خطأ وهذا الإشي يسبب مشاكل للأشخاص اللي بتتعامل معهم فعشان هيك حاول تكون واضح وتضبط أعصابك برج السرطان القمر موجود عندك ولكن الخلاف أنه اليوم القمر منتحس والشمس منتحس في نفس اللحظة فعشان هيك بالطاقة اللي عندك شوي اليوم ممكن يعني ما تكون مواتية بالشكل الصحيح وهذا الشيء ينعكس على نفسيتك فعشان هيك ممكن تعصب وتحتد وتواجه وتكون لاذع بالكلام اضبط أعصابك قدر الإمكان اليوم في نشاط حاسس أنه نفسيتك غير ولكن عصبيتك وردات فعلك هي اللي ممكن تخرب عليك طبعا هذا الأمر رح يظل ضاغط عليك لغاية ساعات ما قبل الظهر بعدها القمر رح ينتقل للأسد رح تنهمكوا في أمور العلاقة بضبط الميزانية أهم شيء تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أو من النصابين والمحتالين اللي عنده نزوات التسوق بده ينتبه ما في داعي أنه يدخل لأي مجال من المغامرات المالية بالفترة هاي لأنه اليوم مش رح يكون لصالحك برج الأسد طبعا التعب ما زال مسيطرة عليك اليوم رح تشعروا بالتعب أكثر وخصوصا من الآن لغاية ساعات الصباح لأنه القمر منتحس والشمس كوكبك برضو منتحس فهذا الإشي رح يتعبك ورح يدخلك شوي بنوع من أنواع فقد الطاقة فعشان هيك بس إنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل عاجل حاولوا ترتاحوا ممكن اليوم تبين أنك أنت مرهق أو قليل الحماسة برضو في نفس اللحظة الأجواء ضاغطة ممكن أي شيء يستفدزك أو يخليك تحتد حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان لغاية ساعات الظهر أو ما قبل الظهر لغاية ما القمر ينتقل لعندك فعشان هيك بدك تنتبه على صحتك انتبه على غذائك وانتبه على راحتك جد ما بتقدر من ساعات ما قبل الظهر القمر رح ينتقل ويوصل لعندك فطبعا رح تشعر بنوع من أنواع النشاط والحيوية ولكن مش كما يجب لأنه القمر منتحس فبكون بطيء بآثاره فممكن شوي هيك تشعر في نوع من أنواع التقلبات أو التوجهات هاي ما بتناسبك أو ممكن أشياء تضغط عليك خلال هذا اليوم ولكن أنه بتظلها أفضل من الأيام الماضية في نوع من أنواع الطاقة ممكن أنها يعني تساعدك في إنجاز بعض الأمور ولكن اليوم هو يعتبر على جميع الأوراج مخيب للأمل برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا اليوم وفي ممكن يصير لقاء ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو تشارك في مناسبة ولكن بدك تتجنبوا الانتقادات يعني لا تنتقدوا حد ولا توجهوا كلام لادع وجارح اليوم الأجواء ممكن تكون متوترة ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم فعشان هيك بدك تضبط عصابك ما في داعي للمواجهات ما في داعي لأنك أنت تفتح أوراق قديمة بالفترة هاي الأجواء مش لصالحك وخصوصا أنه القمر قاعد بتحرك باتجاه بيت المتاعب فعشان هيك يحاول أنك يتمشيها بنوع من أنواع السلمية لغاية ساعات الظاهرة من ساعات الظاهرة بتلاقي الأجواء اختلفت تماما بك صعوبة أكثر لأنه القمر رح ينتقل ويصير موجود في بيت المتاعب فبتدخل فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهمش أنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر فهاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ عشان هيك حاول أنك بس تنجز العمال الضرورية والمهمة وتنتبه لصحتك وتنتبه لطاقتك برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ولكن بما أنه الأجواء سلبية فممكن اليوم تتغيب عن عملك أو تتعخر في الدواب أو يكون العمل ممل فتدخل بنقاش أو حوار ما بينك وبين أحد المسؤولين أو زملائك في العمل وهذا الإشي ممكن يتطور وممكن يصير نقاش حد أو سوء تفاهم كبير فعشان هيك ما في داعي لأنك تعيش بأجواء فيها نوع من أنواع القلق لأنه برضو في أشياء لها علاقة بالضغوطات رح تكون كبيرة عليك وما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو مخالفة القوانين بالفترة يعني بدك تحافظ على سمعتك يد ما بتقدر من ساعات ما قبل الظهر تقريبا بتنشطوا بين الأصدقاء من أشخاص ممكن توجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تشارك في مناسبة معينة ولكن الأهم ما توجه أي انتقادات أو كلمات لاذعة جارحة تتحكم بأصدقائك خلال هذا اليوم لأنه رح ينفهم غلط ورح يسبب نوع من أنواع الحدية أو سوء التفاهم وهذا الإشي ممكن يكبر وممكن يتوصل لخلاف فعشان هيك اضبطوا أعصابكم برج العقرب ما زال القمر في البيت التاسع لا إلك ولكن رغم موجوده في البيت التاسع إلا أنه اليوم القمر منتحس الشمس اللي موجوده في أول درجات برج العقرب مرضو منتحس وهذا الشيء رح يسبب نوع من أنواع الضغط عليك فاليوم اللي عنده سفر أو عنده اتصالات بعيدة أو عنده تنقلات بده يتعب ويجتهد وما يعتمد على الحضوض خصوصا لعندهم امتحانات كونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة ولكن أنه الأجواء برضو يظل فيها نوع من أنواع المتاعب فعشان هيك بدك تحاضر المتاعب والوعكات الصحية خلال هذا اليوم في ساعات ما قبل الظهر بالقمر منتقل بصير في بيت السمعة فلازم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن انكم تتجنبوا الخلافات وحاولوا انكم تسعوا لتلطيف الأجواء قد ما تقدروا ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بأي شيء ممكن يسبب لكم تشويه سمعة أو تدخلوا بخلافات يصير فيها مشاكل كبيرة تشويه سمعتكم برج القوس بتنهمكوا في أمور الها علاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة ولكن رغم النفقات هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع المكاسب وضغط من المكاسب إنه بصير فيه نوع من أنواع الاستهتار أو الإسراف المالي فعشان هيك بتكوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع والإسراف اللي مائل وداعي سارعوا لتصحيح الأخطاء حاولوا أن تستعيدوا ثقة الآخرين في نفس اللحظة ضبط العصاب اشحن حالك بطاقة قد ما بتقدر لأنه الأجواء فارغة من الطاقة تماما في ساعات ما قبل الظهر يعني شوي الأجواء بتتحسن بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو السفر أو التحاور مع أشخاص خارج البلاد ولكن بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن يعني الشمس في بيت المتاعب منتحسة وهي ضاغطة بشكل كبير وهي بتدل على أنه أشخاص ممكن يتآمروا عليكم بالخفاء أو يستغيبوكم أو أنه شويك يدولكم بالفترة هاي والقمر برضو في نفس اللحظة رح يدخل على الأسد برج حليف لإلك فاللي عنده امتحان أو مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ولكن بما أنه القمر منتحس فبتكوا تنتبهوا من مواجهة أو صوت فاهم ما بينك وبين شركائكم أو أنه محاولة فرض السيطرة على الشركاء وهذا الإشي بيخلي الفترة هاي متوترة أهم شيء أنك ما تتورط في خلاف أو جدال أو مشكلة خلال الفترة هاي لأنه بتبين أنت الأضعف وفي نفس اللحظة أنت المخطئ أو أنت اللي رح تلبس الموضوع وفي نفس اللحظة رح تكون أنت المخطئ لأنه أنت اللي طاقتك أضعف وأنت القمر ضاغط عليك بشكل أكبر من ساعات ما قبل ظهر القمر رح يتحرك من مقابلتك على البيت الثامن من المفروض أنه يخفف الضغوط عليك ولكن أنه بصير تفكيرك بالوضع المالي ممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة فأهم مش أنك تنجزوا الواجبات بذقة حتى ولو كثرت وبرضو حاولوا تنفيذ أولوياتكم بدون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية الأجواء مش مساعدة اليوم للتبذير أو للمسائل المالية بالعكس اليوم لازم تركز بكل شيء بشكل دقيق على أساس أنه المشاكل ما تكبر برج الدلو بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد اليوم رح تجدوا صعوبة في إنجاز كثير من الأعمال أهم شيء برضو تنتبهوا لصحتكم من التقلبات الصحية وحاولونكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل أو مع رئيسكم بالعمل برضو اليوم ممكن يكون في كثير من الاجتماعات أو تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي ما أهم شيء تضبط أعصابك وتنتبه لصحتك لأنه اليوم رح تكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها لأنه شوي يعني وضع القمر منتحس وهذا اللي شي بيضغط عليك بشكل كبير لغاية ساعات ما قبل الظهر بعدها بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلك تماما بدكوا تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاضروا من الخلافات وحاولوا عنكم الضخم الأمور الأجواء مش مؤاتي لكل هاي الأمور لأنه الآن القمر أصبح فيه المقابل أو مقابلكم تماما وهو منتحس فعشان هيك بيستفز وبجيب مشاكل أنت بغن عنها برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا القمر موجود في برج حليف لإلك ولكن بدك تحاول أنك تتفهم وجهة نظرهم وحاول أنك ما تبالغ بمتطلباتك أو طلباتك منهم وبرضو ما تفرض سلطتك وسيطرتك عليهم لأنه الفترة هاي مرح يفلت من تحت إيدك أو يتمردوا عليك فعشان هيك يبدك تدير بالك أثناء تعاملك مع الأحبة تكون واضح بكلامك خصوصا مع أبنائك ممكن الفترة هاي شوي يكون في عندك بعض الإنشغالات أو التحركات ولكن ما تعتمد كثير على الحظوظ بسبب يعني نحوسة القمر اللي موجودة في البيت الخامس وبرضو نحوسة الشمس اللي موجودة في البيت التاسع فعشان هيك ينتبهوا أثناء حركتكم أثناء سفرياتكم وأثناء نقاشاتكم واللي عنده امتحان أو مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد في ساعات الصباح أو من ساعات ما قبل الظهر بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وفي نفس اللحظة ابعدوا عن المشاكل أو سوء التفاهم اللي ممكن يصير ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل فعشان هيك يندك تضبط عصابك وفي النهاية وقبل ما ننهي حلقتنا ياريت اللي ما حط لايك يحط لايك واللي عنده أي استفسار أو معلومة أو يعني بده نغير شيء معين يكتب لنا على أساس أنه نأخذها بعين الاعتبار بالحلقات القادمة إن شاء الله لأنه قاعد بجهز لها شيء جديد إن شاء الله أنه الأمور كلها بتمشي زي ما مرت بالها وبرضو بنشكر الأشخاص المنتسبين في القناة والداعمين للقناة شكرا للكم وبارك الله فيكم وشكرا للأشخاص اللي بحطوا لايك وبكيتك وتعليقات تعليقاتك كلها أنا بقرأها وبهتم فيها رغم شوي أنه عندي ضغطات كثيرة بالأيام هاي إلا أني بحاول ما أضيع أي معلومة أو أي كلمة يدون ما أني أطفح حصلا ما بعرف أنا ممكن أغلط في شيء وما أنت بهله هيك بنكون انتهينا من توقعات نعلى هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر